اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل مسلم يستطيعوا ان ينصرهم ولم يفعل ذلك لم ينصرهم الحكام لانهم وجدوا عبيدا للغرب ينفذون مخططات الغرب الكافر في البلاد المسلمين فهم من اوكل لهم الغرب ان يبطشوا بهذه الامة فهم جزاروا هذه الامة ولكن اين جيوش المسلمين اين جيوش المسلمين من اوكل لهم الله حماية المسلمين من اوكل لهم ان اوكلت لهم الامة انقاذ دمائها وارواحها وحماية اعراضها من اوكلت لهم الامة من اوكلت لهم الامة نشر الاسلام من اوكل لهم الله نشر الاسلام على العالمين اين هم جيوش المسلمين باتوا اداة بطش بيد الحكام الخونة المتامرين على امة لا اله الا الله ايها المسلمون انقذوا انفسكم لا خلاص لكم الا بالاسلام لا خلاص لكم الا بدولة الاسلام بالخلافة الاسلامية بتنصيب خليفة مسلم يقودكم الى مواطن العزة والكرامة لا كما يقودكم حكام اليوم حكام اليوم الى الزلة والمهانة يا امة الاسلام انتم يجب ان تعودوا كما ارادكم رب العالمين كنتم خير امة اخرجت للناس حينما كنتم تطبقون الاسلام حينما كانت لكم زولة الخلافة حينما كان لكم خليفة حينما كانت رايتكم راية رسول الله حينما كانت رايتكم راية رسول الله اما حينما اصبحت رايتكم راية سايكسبيكو لا بد من الزلة حينما تفرقتم الى ستين دولة لا بد ان تذلوا ايها المسلمون اهل الشام يقتلون اهل الشام يبادون وقد استنصروا وقد استغاتوا ولا يوجد لهم مغيث الا الله انقذوا هذه الدماء لان لا تسهلوا عنها يوم القيامة انقذوا هذه الدماء ولا تركنوا الى الحكام فهم ركنوا الى الغرب الى الكفر فلا خير فيهم لامتنا لا الى العالم والله اقذوا انفسكم يا ايها الذين امن استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ولا حياة لكم الا بدولة الاسلام الا بخليفة المسلمين فهو الامام جن يقاتل من ورائه ويتقى به فاتقوا الله عباد الله وآيها اهل الشام استصبروا وصابروا ورابطوا فمن نصروا الا صبروا ساعا انتنصروا ويستثبت عقدان ان ينصركم الله فلا غالب لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر